اشتركوا في القناة اخر درس معنا من الوحدة الرابعة وهو النص الشعري والنص الاثرائي في النص الشعري معنا في هذه الوحدة بعنوان الشمعة وفي كل درس نأخذه نتذكر اهداف هذا الدرس التي نريد ان نحققها بمشيئة الله عند نهاية هذا الدرس فمن هذه الاهداف التذكير بحق الوالدين وخصوصا الام لانه هو عنوان درسنا لهذا اليوم ويتحدث عن الام الاستماع للابيات وقراءتها قراءة سليمة وبعد ذلك اذا تحققت القراءة السليمة والقراءة السليمة تأتي بالاستماع السليم سنفهم هذه الابيات وبعد ذلك نحللها تحليلا جيدا نستمع الى هذه الابيات من خلال البركود الموجود لديك فوق الناس النص التهيئة طبعا النص موجود لديكم في نهاية الوحدة الخامسة في صفحة ثمانية وسبعين يقول الشاعر حسن الزهراني في قصيدته بعنوان الشامعة سأقرأ منها بعض الابيات أماه يا شمعة بالحب تأتلق لكي تضيء حياتي وهي تحترق أماه يا بسمة تحيي رفاة دمي إذا استبدت به الأحسان والحرف كم ليلة من ليالي العمر داجية تنام عيني ويضني عينك الأرق إلى آخر هذه الابيات ونستمع لها من خلال البركود الموجود على يمين النص في الأعلى قائل هذه الابيات هو الشاعر حسن بن محمد الزهراني شاعر ولد في قرية القسمة في منطقة الباحة عام 1381 للهجرة الموافق 1961 للميلاد حصل على الشهادة الجامعية من جامعة أم القرى في مكة المكرمة في تخصص الجغرافية وعمل معلما في عدد من مدارس الباحة ثم مديرا لمتوسطات القسمة وهي قرية شاعرنا لهذا اليوم وحصل على جائزة أبهى الثقافية عام 1412 للهجرة عن مجموعته الشعرية فيض المشاعر وقد ترأس مجلس إدارة ناج الباحة الأدبي وأصدر ثمانية مجموعات شعرية من هذه المجموعات أنت الحب وفيض المشاعر وصداء الأشجاب بعد قراءة هذا النص قراءة سليمة نجيب عن هذه الأسئلة وسنجيب بشكل سريع عن بعض الأسئلة التي سبق أن درسناها لمجرد المراجعة أضع علامة صح عند الإجابات الصحيحة أبيات القصيدة تعد من شعر الوصف أو الفخر أو الحكمة غرض الشاعر من إلقائه هذه الأبيات هل كان غرضه الوصف أو الفخر أو الحكمة ويوجد أغراض أخرى كالمدح والهجاء والرثاء وغيرها من الأغراض الشعرية الغرض هنا قالها لهدف لغرض وهو الوصف أحسنتم وقد تأتي أمن للفخر إذا كان يفخر بأمه لكن غلب الوصف على الفخر في هذه الأبيات ثانيا الكلمة الأكثر تكرارا في النص هي أماه الشمعة حب أريدكم أن تعودوا إلى الأبيات وتحصون الكلمات الموجودة في النص ما الكلمة التي تكررت مرارا أكثر من مرة ممتاز أماه الغرض من تكرار أماه لماذا يكرر أماه؟ هل في تكرار أماه غرضا وهدفا يقصده الشاعر؟ لماذا؟ هل كرر هذا اللفظ للتوكيد أو للفظ الانتباه أو التلذد؟ أحسنتم هو يتلذى بذكر أمه لذا هو يكرر لف أماه أكثر من مرة ولو قلت للتوكيد يؤكد على ما قدمته أمه من تضحيات لا كان أيضا مناسبا وصحيحا رابعا جاءت العاطفة في الأبيات مفتعلة يعني يتصنعها الشاعر أو جاءت صادقة أو جاءت حزينة هل جاءت هذه الأبيات مفتعلة أو صادقة أو حزينة جاءت هذه الأبيات صادقة أختار في أنمي لغتي المعنى المناسب الذي تدل عليه الكلمة من جملة معاني وردت في القاموس بوضع علامة صح داخل المربع معنى استبدت انفردت أو ظلمت أو تفرقت أريدكم أن تعودوا إلى الأبيات ستجدون استبدت في البيت الثاني الشطر الثاني استبدت معناها انفردت أو ظلمت أو تفرقت إذا استبدت به الأحزان والحرق أحسنتم معناها انفردت والفرق تجدها في البيت الثامن عن قبلة النطق واستشرى به الفرق ما معنى الفرق هل هي الفصل بين شيئين قد تأتي بهذا المعنى أو الهجر أو الخوف من خلال السياق في الأبيات عد إلى الأبيات ستجد أحسنتم أن معناها الخوف الخوف والحدق في البيت الأخير لك المشاعر والأنفاس والحدق لك المشاعر والأنفاس والحدق أحسنتم هي النظر إلى الشيء فكامل نظره يجعله لوالدته فهو ينظر إليها في كل وقت ويقصد بالنظر يعني الاهتمام أبحث في قاموس المعاني قاموس المعاجم عن معنى ما يأتي استشرى وداجية ما معنى استشرى اذهب إلى أي قاموس قد تجدها في الانترنت شبق معلوماتية قد تجدها في المجلدات إن كنت تملك أحد هذه المجلدات كلسان العرب أو تاج العروس افتح عليها وستجد معنى استشرى ما معنى استشرى وداجية استشرى وجاءت في الأبيات ما معنىها أريدكم أن ترجعوا إلى الأبيات وستعرفها من خلال السياق أحسنتم استشرى تأتي بمعنى انتشر استشرى هذا السلوك يعني انتشر تعاظم تفاقم ازداد زاد هذا السلوك عم أو استشرى مثلا هذا المرض أي انتشر تعاظم تفاقم ازداد أو عم هذا البلد كفان الله وإياكم شر هذه الأمراض وما معنى داجية داجية ارجع إلى الأبيات كم ليلة من ليالي العمر داجية كم ليلة من ليالي العمر داجية ما معنى داجية أحسنتم هي مظلمة أو سابغة فهذه الليلة التي يقصدها الشاعر هي ليلة مظلمة تنام عيني ويضني عينك الأرق في السؤال الذي يليه أفهم وأحلل للأمي مكانة عظيمة في نفوس أبنائها قد عبر الشاعر عن مشاعره تجاهها على ضوء فهمي للقصيدة أجيب عن الأسئلة الآتية لماذا أطلق الشاعر اسم الشمع على قصيدته عنوان القصيدة الشمعة وبدأ قصيدته بقوله أماه يا شمعة فوصف أمه بالشمعة لماذا عنوانا لقصيدته بالشمعة هل هناك رابط بين الأم والشمعة أحسنتم لأنه يشبه الأم بالشمعة فالشمعة تحترق لتضيئ لغيرها وكذلك الأم الشمعة تحترق وتجعل النور يستفيد من هو حول هذه الشمعة كذلك الأم تحترق وتفذل الغالي والنفيس من أجل أن يستمتع أبناءها من حولها تقدم ما تملكه لأجل أبنائها تسهر وتتعب من أجل أبنائها فهي تتعب وتمرض وينقص منها شيئا لتقدم إلى أبنائها ما مكانة الأم في الإسلام الإسلام اهتم بالأم فجعل الأم لها مكانة عنده ما هي هذه المكانة بالرجوع إلى الأحاديث وقبل ذلك وقبل ذلك بالرجوع إلى القرآن ستجد أن الأم مكانة عظيمة وذكر أهميتها في أكثر من موضع للأم للأم مكانة عظيمة في الإسلام حيث أمر الله بحق الوالدين بعد عبادته مباشرة أمر بعبادته ثم وصانا برعاية الوالدين بعد عبادته مباشرة فجعله من أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حتى وإن كان على غير ديني وبالوالدين إحسانا حتى وإن كان على غير ديني وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي سأله أيضا عن من هو أحق الناس بحسن صحابته فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمك ودار الحوار بينهما حيث كر الرسول صلى الله عليه وسلم حق الوالدة بثلاث مرات ثم بعد ذلك ذكر حق الوالد بالصحبة وهو مرة واحدة تأتي بعد حق الوالدة فالإسلام وصى على الوالدين توصية عظيمة السؤال الثالث وصف الشاعر الأمة بعدة أوصاف عددها ارجع إلى الأبيات وأذكر لي مجموعة من الأوصاف التي وصف بها أمة قد أصف رجلا بالكريم بالشهم بالشجاع الشاعر هنا وصف الأم بأي وصف عدة أوصاف منها وهو عنوان الدارس بالشمعة وصفها بالشمعة فالشمعة وصف للأم لأنها تبرق بالحب وتضيء حياتها فالأم دائما تعطينا الحب وتضيء لمن حولها بحنانها وعطفها وبما تبدله لأبنائها وأيضا وصفها كذلك بالبسمة فهي التي تخفف أحسانه وحرقه فالبسمة الأم دائما تخفف عنا أحساننا أيضا وصفها بأنها نخلة وبأنها نهر الحنان فالنخلة تعطي وعطاؤها زاخر وكذلك النهر نهر الحنان النهر لا ينقطع فهو دائما يجري وكثير بعطائه أيضا وصفها بالكرام والضياء لفؤاده السؤال الرابع بدلت الأم الكثير من التضحيات من أجل أبنائها أذكر بعضا مما ورد في النص أو أذكر بعضا ما ورد أذكر بعض ما ورد في النص أعود إلى الأبيات وسأجد أن الأم بدلت الكثير من التضحيات أو من غير الأبيات ماذا بدلت الأم من التضحيات من أجل أبنائها ما الذي قدمته الأم لأبنائها ما أريده أن تطبق هذا الشيء في حياتك وترجع إلى النص وستجد أنها متوافقة تماما لما يدور حولك لا شك أن الأم أفنت عمرها في رعاية أولادها وتسهر الليالي على راحتهم وتخفف آلامهم وأحزانهم وتوجههم وتبدل لهم كل ما تستطيع فهي تقدم عمرها لأجل أبنائها لأجل رعاية أبنائها لا تنظر إلى نفسها قبل أبنائها دائما لا تنظر إلى أبنائها قبل أن تنظر إلى نفسها وكذلك تسهر الليالي فلو كان أحد أبنائها مريضا أو كان في عمل لا تناموا إلا بعد أن تطمئن على راحتهم وكذلك تخفف آلامهم وأحزانهم إذا مروا بضائقة دائما نجد الأم هي من يخفف آلامنا وأحزاننا وكذلك توجهنا إلى الطريق السليم عندما تواجهنا بعض المصاعب تقدم لنا النصائح والتوجيهات وكل ما تستطيع أن تقدمه لنا ستبدله هذه الأم العظيمة السؤال الخامس ما التساءل الذي حير الشاعر في البيت التاسع أريدكم أن تعودوا إلى البيت التاسع ما هو السؤال الذي حير الشاعر ماذا سأكتب عن نهر الحنان وهل يطيق حمل شعوري نحوك الورق ما التساءل الذي دار في ذن الشاعر ما معنى هذا الكلام الشاعر الشاعر يقول كيف سأعبر عن مشاعره تجاه أمه ونحن نقول كيف سيعبر عن مشاعره تجاه أمه لماذا هل هو لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره هل الشاعر ضعيف في التعبير لا يستطيع أن يعبر عن أمه هو أعطانا قصيدة مليئة بالمشاعر والمعاني الجميلة والأوصاف الرائعة لكن هنا يقول أنني لا أستطيع أن أعبر عن مشاعري تجاه أمه لماذا لأن الكلمات كثيرة وثقيلة بمعانيها لا يستطيع الورق حمل هذه المشاعر فلو أردت أن أعبر أكثر وآتي بمعاني أعمق لن يستطيع الورق حمل هذه المشاعر لكثرة هذه المعاني وكثرة المشاعر التي توجد لدى الشاعر لذلك هو يقول حتى لو جئت لي بأوراق للدنيا كلها لن أستطيع أن أعطي الأم حقها من هذه المشاعر ثالثا أدون الأبيات الدالة على المعاني الآتية أريدكم أن تبحثوا في الأبيات عن هذا المعنى شدة شوق الأم لأبنائها عند غيابهم ابحث عن هذا المعنى في الأبيات ممتاز هو في البيت الرابع وكم سكبت دموع الشوق ساخنة مدى غيابي وأدمى طرفك الأفق فهي تسكب الدموع مشتاقة إلى أبنائها تسكب الدموع مشتاقة إلى أبنائها ليست دموع دموعا من غير عاطفة وإنما هي دموع خلفها مشاعر تجاه أبنائها فهذه دموع ساخنة لشوقها على أبنائها في حال غيابهم السؤال الثاني عدم استطاعة الإنسان رد معروف الأم مهما فعل من الأبيات ابحث عن هذا المهنة ممتاز في البيت الحادي عشر والثاني عشر أماه هذا فؤال جاء معتذرا عن عجزه يحتويه الخوف والقلق لم يستطع لم يستطع بعد جهد رد ما بذلت كفاك حتى دنا من عزمه الشفق ففي هذه الأبيات يقول أنني لا أستطيع رد معروف الأم مهما فعلت في هذه الحياة لو بذلت الغالي والنفيس لن أستطيع أن أعطي أمي جزء مما أعطته لي في هذه الحياة أي التعبيرين الآتيين أجمل مع التعليل ماذا سأكتب عن نهر الحنان أو ماذا سأكتب عن الحنان أيهما أجمل ماذا سأكتب عن الحنان أو نهر الحنان ولماذا بلا شك التعبير الأول أجمل وأبلغ ليبين بأن حنانها كالنهر يجري بلا توقف فهو لم يقل ماذا سأكتب عن الحنان بل قال ماذا سأكتب عن النهر الحنان ليبين لنا أن حنان الأم كالنهر يجري بلا توقف ويعطي الكثير ولا يبخل على أبنائه في النص الآخر النص الإثرائي مجتمعان والهدف من النص الإثرائي أولا ما معنى إثراء الإثراء هو الاغتناء معنى الإثراء الاغتناء فالشخص الثري هو الغني وثري بالمعلومات أي غني بهذه المعلومات وجاء وصف النص هنا بالإثراء ليزودنا ليغنينا بالقيم والسلوكات الإيجابية الحسن والهدف الآخر عمل مقارنة بين موصوفين في هذا النص يوجد عندنا موصوفين سنقارن بينهما في هذا النص أمامنا هذا النص نقرأه قراءة بتمعن ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصفحة التي تليه لنجيب عن هذه الأسئلة قبل إكمال الخريطة المعرفية التي أمامي أذكر بأن قائل هذا النص هو الدكتور عبد العزيز الخويطر اقتبس هذا النص من كتاب حطب الليل الطبعة الثالثة 1425 للهجرة والدكتور عبد العزيز الخويطر يعد عميد الوزراء السعوديين ورجل دولة وسياسي محنك ترك أثرا عظيما في هذا البلد تقلد عدة وزارات أثره باقي إلى وقتنا هذا رحم الله الدكتور عبد العزيز الخويطر رحمة واسعة في النص وصف الكاتب المجالس والمجتمعات إلى وصفين وصفها ب موصوف الرئيس أول وموصوف الرئيس آخر فنريد أن نعمل مقارنة بين موصوفين ما هي الموصوفات التي ذكرها الدكتور أحسنتم وصف مجتمع آبائنا بعدة أوصاف ووصف مجتمعنا في هذا الوصف بعدة أوصاف فمجتمع آبائنا وصفه بالهدوء والصمت يغلب عليه الهدوء والصمت لا تجد إزعاجا ويحترمون الكبير ويحسنون الإنصات إلى الصغير والعلم المسبق بموضوعات المجلس لا تجد شخصا يتحدث عن موضوع لا يعرف عنه شيئا لا يتحدث إلا عن ما يعرفه فقط وردهم التحية لا يؤثر على انتظام الحديث في المجلس فلو دخل عليهم شخصا يردون عليه التحية دون أن يؤثروا على المتحدث في المجلس الذي يجلسون فيه أما مجتمعنا في هذا الوقت وصفه الدكتور بعدة أوصاف منها تشعب الحديث لا يوجد وحدة للموضوع تجدهم يتحدثون عن موضوع ثم يتطرقون على مواضيع أخرى لا علاقة لها بالموضوع الذي بدأوا فيه حديثهم أيضا وصفه بأن المواضيع تقال فيه حدسا فلا تجد شخصا يتحدث عن ما يعرفه غالب هؤلاء الأشخاص يتحدثون فيما لا يعرفه فهو يريد أن يشارك حتى ولو كان لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع وصفها أيضا بتأكيد الإشاعات وفهم الأمور على غير مقاصدها قد تقول شيئا ويفهمونه على خلاف ما تقصد وآخر وصف وصفه الدكتور بأنهم يردون التحية بشكل يؤثر على المجلس هذه الأوصاف في مجتمعنا طبعا لا تنطبق على جميع المجالس ولكن قال الدكتور أنها هذه سمة أغلب المجالس في مجتمعنا الراهن لكن توجد بعض المجالس لا زالت تتسم في السمات الحسنة من الهدوء والاحترام وحسن الإنصات والحديث فيما يعلمون وردهم التحية بشكل لا يؤثر على المتحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر